الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين أما بعد النقطة ال 12 نحييكم بها يا جماعة الخير يا أهلوية الأهلوية في الغربة مستنينكم مستنين دعمكم مستنين إن شاء الله بتعالى كده إن إحنا نفرح مع بعض في الأفراح لو في عصارات كمان إحنا دايما مع بعض ندعم الأهل ندعم الأهلوية إحنا ما بقاناش لنا بعد القنوات للأسف الشديد اللي هي تزملكت لدرجة إنهم عندهم حصانة غريبة جدا جدا فنرجو الاشتراك نرجو الدعم والله ما نشعاوز منكم إلا كسراتكم وإن إحنا نطلع مرة لايف ونتكلم مع بعض ونفرح كده زي ما أنا فرحاني النهاردة الفرحة بتبقى في المجموعة كده بتبقى أفضل طبعا على السريع كده عشان ما عطلش حضراتكم إحنا فرحانين ليه؟ فرحانين إن الأهل حافظ على الهدف حاول بعد الهدف كان فيه بعض عدم التوفيق التصرع حسين الشحات جميل جدا جدا ما تنقضهش يا جماعة هو كان يعني عاوز يزبط عن نفسه يعني ما كانتش أنانية ولا حاجة هي محاولات والله لو كان جهدف من المحاولتين اللي هو عاملهم كان كنا هنقول كلام تاني برافو جدا جدا حمدي فتحي اللي اتظلم النهاردة مرتين وربنا جزاه إن هو جاب الهدف فالحكم جزاه إنه طارد وطارد غير مستحق يعني لأن أنا بقيت مستغرب الفربي يندهل ليه؟ طب ما فيه كذا ده فيه ضربه مباشر وبالكعب من وره المقولين بصراحة أنا بحب ننادي المقولين لكن هو بيلعب وهننتظر من كده من جميع الأندية تقريبا هتلعب كده قدام الأهلي بعنف؟ طب ليه العنف؟ الناس كلهم تطرقت الموضوع ده بس ما قالوش ليه؟ الفرق النهاردة متطمنة إن الأهلي يعني ملوش ظهر في جوة أرض المستطيل الأخضر الأهلي ملوش ظهر حتى اللعيبة ما بتكفحش ما بتروحش تزعى للحكم يعني إحنا مش بنقول إنهم يعملوا لزعى لعبة الزمالك يشوحوا ويعربوا للحكم يتبقى المسافة 10 سنطي ويبسق ويشتم ويعمل ويهدد والاحتواء لا طيب بكل أدب وقف الكرة طلع الكرة برا وروح للحكم حوطوه وقولوا لو سمحت لو سمحت إحنا عاوزين أكتر هلو الظهر مش أكتر مش تبقى الكرة طلعة قوت أنت تلحقها وتشاور للحكم بكل أدب واحترام من على بعد 50-40 متر والحكم بعيد عنك جدا والكرة مستمرة معاك لا يعني لازم لازم وديت بتبقى حرفانة وفي العدل يعني إحنا مش بنوننا إلا أدبنا لا المفروض من جوة المحاضرات الفنية لازم لو فيه شك في أي حاجة يقترب من حقيقة أن فيه ضرب الجزاء زي بتاعة محمد شريف أو إلى آخره أو أي حاجة أو الفاول اللي هو على بنون أنه يروح للحكم مجموعة 3-14 المهمة تروحوا للحكم بس بالمسافة تكون معقولة ما فيش كلمة خارجة بكل أدب واحترام وتوقفوا كرة طلعوا على نفسك قوت وإلعاب قولوا لا إحنا عايزين لو سمحت إن مش بنطلب حاجة غير أنك تروح للفار لو رحت للفار حتى لو الرجل اللي في الفار كان نايم وبيشرب الشاي ولا بتاعزي النهاردة كده مثلا ما بيصحاش على كرة الأهلي لأن كده يعني ما ينفعش ما ينفعش اللي بيحصل مع الأهلي يا بيبو يا خطيب إحنا بنتعبك بندعم مجرس الإدارة إنما الوضع كده يعني فاق الحد فاق الحد إحنا إعلاميا مضطهدين في التلفزيون شايفين كل الانتجاهات راحة لفين طيب إحنا تجوى المستطيل الأخضر كمان مظلوم لعبتك مهزبة زيدة عن لزوم طيب إنت سكدت إن أحمد الغندور هو اللي يحكم النهاردة طيب أحمد الغندور بيحاول يعني لا يجذب ولكنه يتجمل يعني حاول بيحاول يقيس ويجيب لا إحنا عاوزين حاجة على الأهلة تتحسب على الأهلي حاجة للأهلة تتحسب للأهلي مش النظام اللي هو التوازن والاحتواء والكلام ده ما ينفعش دي كرة قدم لو حمد فاتحي يستهل الطرد أنا أول واحد أقولي يستهل الطرد إنما أنا شكفت التكورة بعدها أنا قلت ممكن أن يكون مخدتش بالي إنما بعد كده لقيت عمر الصلية واتنين مدافعين ده غير حارس المرمى كده كده مش محسوب يعني طيب فين الإنفراض المباشر ده كان حتى عمر الصلية كان أسرع من المهاجم وبعدين المهاجم ما أصدق فانكفى على وشه طبعا مع ليه هي فاول وإنظار وكل حاجة والغندور حسبها فعلا أنظار لكن لا طيب يا جماعة يا بتوالفورو أنتم مش شايفين اللي بيحصل في الأهلي مثلا يعني طول الماتش ده تقريبا لعبت الأهلي أنا كعب رجلي نفسه وجعني النهاردة ضرب من وراء وضي من الجنب وكوع ده فيه ضربة كوع رخمة كده في بداية المباراة كانت لحمد فتح في وسط الملعب من خط نص المقاولين يعني أنا فيه ضربة زي كده جات مرة في صدري في لعبة أنا عدت أسبوعين مش عارفة تنفس كويس يعني ضربة كوع زي ديت والواد كان جامد عن حمد فتح ما عرفش اسمه إيه أعتقد خد أنظار بعدها في لعبة تانية يعني ده حاجات كلها ما تحصلش يعني المفروض إدارة الأهلي يعني لا الطيبة دي ما تنفعش فأنا برجع للي أنا بقوله النقطة اللي أنا ملاحظها إن كل الفرق الدوري عندها حصلة النهاردة عارفين إن الأهلي ملوش ظهر جوا المصدر الأخضر يا خطيب إحنا بنحبك إحنا بندعمك بندعم مجلس الإدارة على الحلوة والمرة وكل حاجة ما فيش أي حاجة ما فيش حد يفهمني غلط إنما إحنا بنطالب بكل أدب واحترام الخطيب إنه هو يعني لازم يكون فيه حد في مجلس الإدارة يتابع هذا الموضوع لازم فيه البيانات والحاجات اللي هي ما بتجيبش نتيجة أنا ما بطلع بيان مرة واثنين وتلاتة ومالوش صدى صوت يبقى لازم أي حاجة النهاردة فين موضوع المتش بتاعت موليد تسعة وتسعين فين فين الكفهينة ست نقطة المضمونين مليون في المية للأهلي لاستعادة دوري عشرين وواحد وعشرين فين حاجات كتيرة جدا فين إيه وفين إيه وفين إيه طب إنتوا ليه ما تدخلتوش في موضوع إزايش كبالة بيعارض ويعمل ويبرطم وضد مجاهد ويلغي ومش يلغي والعقوبة تنزل من ثمان شهور لثمان مباراة لا مش عجبهم عايزين يلغوها خالص طيب هو مش من ضمن العقوبة دي كانت السب والقصف ضد رموز الأهلي والأهلوية هو أنتوا فين فإحنا لأ إحنا إدارة الأهلي ده اسمه لا ده تهاون بيحفزني أنا كمغترب بخافع الأهلي أنا بقول لكم إحساس المغترب أنا أول واحد في العالم بيحب حاجة اسمها الخطيب ولمساته وأخلاقه وكل حاجة وضد أي حد يهاجم الخطيب في أي حاجة لكن أنا حاسس يا خطيب أن الأهل مضطهد داخل الوطن فلازم يبقى فيه قرارات حسيمة يا فرحتي محمد عادل ما حكمش الأهلي ده جابوا الغندور ده الغندور كان من ضمن أساسيات مصيبة مباراة الخامسة فدي هاته إحنا مش عايزين نقف عندها كتير الحمد لله الصعوبات دي لسه هتيجي يا جماعة مباراة المعورين 1-0 إنما أنت لعبت ضد فريق عنيد فريق قوي أنا النهاردة أول مرة تقريبا في عشر سنين أتفرج لمباراة للأهلي أو للإسماعيل ليه لأني كان عندي أمل أشوف مباراة متكافأة أشوف مباراة بقى لأول مرة من زمن من زمن كتير قوي قوي ما أعتقدش أنا اللي مشوفتش مباراة إن اللي اتنين محتاجين الفوز طيب بس الإسماعيل أكتر طيب فينك يا زمالك مش الإسماعيل ده اللي إدك الدوري كذا مرة وبيفوت وبيعمل ومش عارف إيه زي ما احنا بنقرأ وبنشوف ومتاخد عليكم للكم لدعم طيب أنتوا كنتوا تدينهم نقطة النهاردة يا أخي ده أنت كده كده يعني هو أنت عندك أمل يعني يا زمالك إنك تاخد دور السنادي ولا يعني ما إنما اللي أنا شفته لا فيه فرق شاسع ما بين المقاولين والإسماعيلي فرق كبير جدا يا فرحة إنك تعمل زون ديفنس المقاولين عمل زون ديفنس بس الهجوم المقاولين أكتر من الإسماعيلي الإسماعيلي عمل إيه الإسماعيلي هجمات بتاعته سهلة أهداف سهلة ضاعت كأنك بتفوت ما فيش فرق خالص في المباراة اللي إحنا سمعنا هنا قبل كده يعني أنا مش شايف أنا سمع في الإسماعيلي الإسماعيلي ومستوى الزمالك كان هو المستوى بتاع الفرقتين أصلا ما ينفعش في أي حاجة ما ينفعش في أي حاجة ولا ولا ضربة الجزاء الصحيحة اللي بنقرر إنها صحيحة أه يعني أنا ألابت طبعا بعد الضيئة 85-86 أعتقد انتهت المباراة من صفر يعني بس الماتشان أول مرة أتابعه مش للدرجة اللي هي اللي إسماعيلي يتخاف عليه اللي إسماعيلي يتخاف عليه السنة دي من الهبوط ده غزل المحلة اللي إحنا كنا بنقول للفريق الوحيد اللي ما جابش دعم لأن مدياته على قده غزل المحلة عمل عمل أداء قوي مش نتائجه بس طب من تاني هنقول الفرق الجديد دي كلها قوية أصحى يا إسماعيلي مش هينفع كده وبإذن الله تعالى نشوفكم في الدور التاني قدام الزمالك أقوى لأن الزمالك النهاردة لو كانت عادل أو تهزم طبعا كانت الظروف هتبقى أصعب لكن ما علينا هنيجي بقى المسطر المدرب بتاعهم جاد عدالة لم أقدرش أقول اسمه لأن ده راجل يعني كمدرب أنا مش عارف هو كان إزاي في الأهلي أنا مش فاهم ده ما شربش مية جوا الناد الأهلي يعني يعني ما فيش دم لدرجة أنه يعني دايما يدس السم في العسل إيه ده أنت مرزوح خمسة من كم يوم ده أنت من كم يوم لسه مرزوح خمسة يا راجل جاي عمال تقولي استاد الإسماعيل اللعب عليه صعب وأعرف أن فيه فرق بتلعبه في استاد محايد وملاعب محايدة إيه اللي جاب الكلام ده ما تخليك في حستك خليك في فريقك احمد ربك يا أخي إذا كنت مسيحي ولا ديانتك إيه إنك يعني كسبت مباراة أنت بتدخل الأهلي ليه في جملة مفيدة ومين اللي بيحاسب ده هو ده كمان بقى زلنطاحي وبقى عنده حصانة وكمان هو إيه اللي بيحصل بالزبط يعني أنا عايز أفهم مدرب هل إدارة الأهلي ترضى أني مسلماني يتطرق لنادي آخر هل إدارة الأهلي تسمح لأي لاعب يتطرق أو لاعب سابق له علاقة بإدارة الأهلي أو بالنادي الأهلي أو بيشتغل جوه النادي الأهلي يجيب أي نادي تاني في جملة مفيدة وخاصة لو الجملة دي مش كويسة إحنا هنحترم نفسنا قامتا أنا عايز أعرف إدارة الزمالك أنا نفس إدارة تطلع للزمالك كده إنها تحاسب لعابتها مش في الألعاب الأخرى يروحوا ينسحبوا في مباراة سلة وينسحب مباراة كرة قدم ويحاموا عن لعابتهم اللي بيقل أدب على نفسهم وعلى بعضهم وعلى المدرب بتاعهم وحاجات كده غريبة يا جماعة الرياضة أخلاق الرياضة أخلاق لو جات على الرياضة نفسها حاجات حركية اعمل فتنس في بيتك اعمل جيم في أي مكان وملعون أبو كورا إنما الفير بلاي والأخلاق خلي المنافسة جوه المستطيل الأخضر والجدول الدوري على رأي المستر احتواء الزمالك ولا مستر أونزيف ده اللي يقعد يقول لك بص في ورائتك هو من اللي بيبص في ورائته درواته ومش من اللي مش بص في ورائته يعني الكلمة دي طلعت كويس أنا عايز أعرف ده مش بي ده مشكلتهم مصيبتهم السوداء إنهم مش بيبص الوراقتهم خالص انت حبيب النهاردة عندك تسع نوقات ما ترقصه وما تفرحش عندك تسع نوقات ولسه ما عملتش مباريات مباريات قوية الوحيدة لقدام الاهلي الاسماعيلي لو جاب فريق ارجنتيني هيتغلب من الزمالك انا متأكد من كده لان انت خلاص تعويت خلاص متعودة الاسماعيلي بدأ المباراة ووقف قدام الجنب بتاعه زون ديفينسي في الثمنتاشر وما فيش كرة تانية بتتاخد المقاولين لا المقاولين لو قابل الزمالك بهذا المستوى المقاولين هيكل الزمالك فمش عايزين نوافع عند الحتة ديت كتير فانا وبعدين انا عايز اعرف هو ليه ادارة الاهلي مصممة ان ما فيش مدرب عام زي هو جزيه اضعف من موسيماني جزيه كان معاه حسام البدري وكان فيه علاء ميهوب وكان فيه كذا مع احترام الفامي قمصان بنحبه جدا واض محترم وبيعمل يعني المستحيل لكن انا شايف فيه عين لا فيه عين كده زي علاء ميهوب لو هو واقف بدل موسيماني زي ما كان جزيه كده بيعمل يقعد على الدكة وعالاء ميهوب يقف على الارض والله العظيم تلاتة الاهلي يأكل الدوري عشر مباريات بتالية النقطة ونركب على الدوري ما منزلش فيه حتة تاني يعني انا رجائي رجائي لو سمحته معد نفسي رقم واحد رقم اتنين مدرب عام يبقى مع موسيماني مفيش عيب خالص ومش تقليل موسيماني خالص لان كده موسيماني انت بتخسر اكتر مفيش علاج زي الا المدربين العام الاهلويين اللي كانوا معاه يعني انا ده ملحوظ انا اكاد اكون مخطئ انا مش بقول رأيي ولا بقول سابقه ولا بقول اي حاجة انا بقالي سنوات بقول الكلمة دي مسلمة برضو بترجل الاتحاد المصري ان خلي عندكو نقطة دم وهاتو ادارة انجليزية ادارة فرنسية ادارة المانية ادارة اوروبية محترفة تدير اتحاد كرة القدم وقلنا الكلام ده رقم واحد هتعد الحكام بتوعك يبقوا دوليين صح هيبقوا رؤية علاقات دولية ويساعد ان يطلع يطلع 3-4-5 حكام مصريين في المناسبات الدولية يعني حاجات مفيش اهل ولا زمالك ولا اسماعيل ولا بيرامتز ولا اتحاد ولا مصر هيطالب بحكام اجانب واولهم الاهلي لان الحكم اللي هيخطئ مباراة ويخصر النادي 3 نقطة ولا نقطتين مش هيشمها بعد كده للأسف الشديد وبقولها للأسف الشديد العين الاوروبية بتشوف بكل حياد وبتفهم وبتفهم ده ليه هل ده خطأ مقصود مكرر ولا جايب الصدفة فانا بدون مطول ارجو 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 ان يبقى فيه يا جدع هاتو اتنين واحد والمساعد بتاعه يدير الاتحاد مش يحكي هيدير الاتحاد التحكيم وادارة التحكيم دي والله هتحدث هتحدث طفرة كبيرة ممكن كمان يطلع شباب جداد وهكذا فارجو ارجو ارجو اكتر من كده ما فيش نقطة كتيرة غير انتخابات الاهلي نرجو انها تعدى على خير الزوبعة الصغيرة وموضوع الاستاذ المبجل خالد سليم ومش عارف ايه وانا يعني يعني العمري فاروكة الوزير السابق الدرج المحترم يعني السندوق هو اللي يختار الاهلي معروف كده السندوق هو اللي يختار وخلد مرتجى يفضل صاحب الدرندالي على طول وهتعدي وصالح سليم الله يرحمه وفي ناس كتير عاشت هذين المواقف والفريق مرتجي زمان وعبده صالح الوحش وكان بيحصل في الحاجات دي لكن ما كانتش بتطلع ووديه كمان مش هتطلع لان خلاص الاهلي فوق الجميع شاء من شاء ابا من ابا فالموضوع ده يعدي لكن اخذ على كابتن على ادارة كابتن الخطيب مش الخطيب بشخصه ان احنا كاهلوية زعلنين حبتين يبيبو من اللي بيحصل في الاهلي الاهلي اللي هو ده فريق علامي دلوقتي مش معقولة جوه بلده جوه وطنه جوه شعبه يتعامل هذين معاملة مش ممكن فبس انما انا ارجو منكم الاشتراك ارجو منكم الدعم ومعليش انا يعني كل مرة ببعايز عشر دقيقة بس بتطول شوية لكن انا من انتظر حضراتكم انكم تدعمونا باذن الله تعالى وإلى الامام يا اهلي باثناشر نقطة دي حاجة كويسة جدا جدا المباراة القادمة غز المحلة معلش الحمد فاتح مش موجود غز المحلة باذن الله تعالى هنعوض الهزيمة بتاعي للموسم اللي فات ولا اللعبة الاهلي انا بشوف دايما انا بحب اشوف الحسنات اكتر من السيئات اكتر من السلبيات الاجابيات موجودة الحماس كان موجود بعد الهدف فيه محاولات طبعا ازا مالك اعتقد البنك الاهلي فهنشوف يعني المباراةين التلاتة اللي جيين دون ان شاء الله كده الاهلي يقوم جاي بالستة نوع بتاعتهم قبل التوقف عشان البطولة العربية وشفتوا بقى المنتخب واخد اتناشر لعيب من الاهلي اول مرة في التاريخ في منتخبهم اول مرة في التاريخ منتخب وطن ياخد اتناشر لعب من فريق واحد له وهو النادي الاهلي ويقولك اطلع بتاع باكابورت هولندا ولا بيليا دالدول ولا مش عارف مين ولا شوية مش عارف دول جايبينهم منين في القنوات يقولك يقولك لعيبة مش عارف ازا مالك اقوى ومش عارف ايه وفيهم ايه وحرفانة ومش حرفانة طيب طب بتختار لي اتناشر لعب من الاهلي عموما الاهلي مش بيبص للحاجات الخيبة دي احنا بنبص القدام وهي يتكلموا كتير عن كهرابة وكهرابة مبلعبش ليه حسن حسن الشحات لو ملعبش ما بيلعبش ليه محمد طهر ما بيلعبش ليه طب لو عادنا بيتسو باسمه تاو هيقولك اللا ده هو اشتروا تاو وبعدين ما عادينه ما فيش حد هيجيبه العجب المستضيل الاخضر يا جهلاء الرياضة لا يسع الا 11 لاعب وبكتير او 5 بيضياروا معهم وانت عندك 30 35 لاعب فنرجو الهدوء وخلي عندك ضمير لان اكل السحت اكل الحرام مش كويس لان اللسان كاعلامي لما يطلع ويقول حاجة غلط عيب وحرام عيب وحرام واسف للاطالة ونرجو ثانيا الدعم منكم يا شباب وانا متشكر جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلام اشتركوا في القناة